حبيس البيت يمضي الطفل يحيا أيامه متواريا عن أنظار سكان قرية السوق القديم إلا من ألف منهم حالته تشوه خلقي غير مسار حياة الأبوين وحكم على الإبن وأهله بالعزلة التامة عيوب ولادية حرمت يحيا ليس فقط من كمال الصورة بل أيضا من نعمة البصر سنتان مرت ولم يتغيى شيء في حياتها هذه الأسرة المكلومة مع عدم واحد زيارات طبية لا تأتي بجديد عن حالة يحيا هو المصاب بتشوهات خلقية لم تقدم بعض للوالدين أجوبة شافية عن أسبابها ولا عن إمكانية علاجها أراضينا بقضاء الله يعيش أفرقية أراض أسرة يحيا ابتلاءهم على الرغم من المعاناة النفسية والمادية التي يكابدونها فمدخول الأبي من عمله غير القار لا يكفي حتى لتأمين مصاريف التنقل بين قرية السوق القديم ومستشفية الرباط والبيضاء ما يجعل الأسرة في بعض الأحيان غير قادرة على تأمين حاجية يحيا اليومية كان هناك معاناة نفسية لا هو ولا مع الزوجة دياله العلاقة الزوجية ما بقاتش بذلك العلاقة اللي كتكون ما بين أين يعني ناس يلا تزوجه كان معاناة ديال الطفل أم دياله ولا الأب دياله يعني كيخبيوها للمجتمع كان هناك نظرات الحتقار ديال المجتمع كان ناس اللي كيتقبلوا الناس اللي كيشوف كيقول كماشا الحمد لله شي الخلق ديالله كي ناس اللي كيكون واحدة ندرسة هزائية اللي كتحرق في قلب الانسان مما كيجعل هذا الأسرة يعني دائما منطوية على نفسها يحياها القريبون من الطفل يؤكدون أن تشوهاته الخلقية لم تؤثر قط على قدراته الإدراكية فالطفل يتمتع بقدر كبير من الذكاء يمكنه من التمييز بين الأصوات والأشخاص غير أنها في المقابل أثرت على صحته البدنية بعد هزال أصاب جسمه الصغير الذي لا يقتت سوى على السوائل أمام غموض التشخيطات الطبية حول حالة يحيا ما تسل الأسرة متخوفة إلى الآن من تكرار تجربة الإنجاب في انتظار أن يقول الطب كلمته وتتوضح الصورة حول تشوه يحيا الذي أثار الجدل ترجمة نانسي قنقر